بعد فوزه على ملعب ابنينة بثلاثية نظيفة حطت طائرة نادي الأخضر البيضاء في العاصمة التنزانية لتأكيد التفوق على نظيره عزام يونايتد وفي ديار عزام التنزاني تعرضت بعثة الفريق الأخضر لعديد العراقيل بدءا من سوء الاستقبال وعدم توفير ملاعب مجانية للتدريب إلى صعوبة التنقل والتأخر في منح نتائج المسحة الخاصة بفيروس كورونا وصولا إلى حالة إغماء جراء استنشاق مادة مخدرة في مقر الإقامة وفق تقرير معتمد من المستشفى التي نقل إليها أعضاء البعثة ورغم مطلبة النادي الأخضر بتأجيل موعد اللقاء إلا أن الاتحاد الأفريقي الكاف رفض الطلب فما كان من أبناء مدينة البيضاء إلا تحدي كل الظروف ولعب المباراة التي تفوق فيها الفريق التنزاني بهدفين دون مقابل لكن كتبة سامير شمام أوقفت كل محاولات عزام لقلب النتيجة ليطلق بعد حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا تأهل الأخضر إلى دور المقبل وعلى الجانب الآخر استقبل النصر على ملعب ابنينة نظير هوكي غاليل رواندي وعينه على اقتلاع ورقة الترشح بعد تعادله سلبا بدون إهداف المهاجم عبدالسلام الفيتوري خطف هدف التأهل الثمين ليضع فريقه في الدور الثاني والثلاثين من كأس الكونفدرالية